اطلقت الشركة اليابانية تويوتا بيكاب تويوتا هايلوكس بنسخة خاصة جديدة حملت SMGR Sport وذلك خلال فعاليات معرض ساو باولو للسيارات والمقام حاليا في البرازيل ويعتبر هذا البيكاب اصدارا خاصا ومحدودا سينتج منه 420 نسخة فقط سيتم صنعها في البرازيل ليتم توصيلها الى العملاء خلال بداية عام 2019 القادم ان شاء الله من حيث التصميم الخارجي حصلت المركبة على تعديلات خاصة من قسم جازو ريسنج التابع للشركة اليابانية تويوتا واتميز البيكاب بحصوله على شباك امامي مميز باللون الاسود مع مصابيح ضباب واضواء اليد ولمسات رياضية هجومية كما حصل بيكاب تويوتا هايلوكس جي ار سبورت على خطوط باللونين الاحمر والاسود على الهيكل الخارجي وزودت المركبة باطارات الالومنيوم قية 17 انش اما ميكانيكيا فيعتمد بيكاب هايلوكس جي ار سبورت على محرك ديزل بسعة 2.8 لتر مع تيربو ليولد قوة 177 حصان و450 نيوتر متر من عزم الدوران ويتصل به جيل اوتوماتيك من 6 سرعات فيما يعمل البيكاب بنظام الدفع الرباعي للعجلات وحتى الان ما زالت تويوتا متحفظة على اسعار بيكاب هايلوكس جي ار سبورت الجديد ولكن وحالما تتوفر لدينا هذه المعلومة سنزودكم بها على الفور ان شاء الله والان شاركونا اعزائنا متابعي عرب جي تي برأيكم في اجدد نسخة خاصة من بيكاب تويوتا هايلوكس لا تنسى عزيز المشاهد ان تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالاسفل للاطلاع على اخر اخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي